تنظم الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة منتصف يناير الجاري المؤتمر الدولي حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية تحت شعار النزاهة من أجل التنمية برعاية سامية وبمشاركة من داخل وخارج البلاد هذا مؤتمر من الجهود التي تقوم بها دولة الكويت في سبيل مكافحة الفساد والتغليل منه وإثبات التزامها بالتفاقيات الدولية وأيضا هي من ضمن رقبة سامية لصاحب السمو في ذلك وأيضا من أجل تحسين موقع الكويت في هذا المجال نستهدف حنا 2020-2021 أن نجد آثار وانعكاس ذلك في السنوات القادمة لكن نأمل أن الكويت يتحسن مؤشرة بناها على أمور تمت سابغاً عن المؤتمر نأمل إن شاء الله وليقينا حنا يمكن في الموضوع التنافسي أن الكويت تحسنت في عديد من المؤشرات نرجو أنها تكون في انعكاس لها في المؤشر مدركات الفساد